التصعيد الإسرائيلي ما زال مستمرا على قطاع غزة بأسليب تتنافى مع القانون الدولي والإنساني كل يوم عداد الموت بيتصاعد بشكل كبير جدا آخر إحصائية بتتكلم عن حوالي أكتر من 20.250 شهيد و 53.688 مصاب دولة الاحتلال بترتكب مجازر يومية ودموية بحق الأشقاء في فلسطين بهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم خلينا نرف تفاصيل أكتر عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار استهداف البدنيين أيضا ضرورة وجود هدنة لحماية الفلسطينيين بدرحها في فقرتنا النهاردة بدكتور عبد المهدي مطاوع المحالة السياسية الفلسطيني صباح الخير لحضر لكم نورنا في صباح الخير يوم الصباح الخير عليك وعلى السادة والمشاهدين أهلا بي ما زالت آلة الحرب الإسرائيلية تستهدف المدنيين أطفال نساء شيوخ رجال أيضا تستهدف القطاع الصحي بميع إن كانت مستشفيات أو أطقم حتى طبية سؤال حضرك يا فندم الوضع الآن تقطينا لعشرين ألف شهيد وعدد كبير جدا من الجرح حتى الأرقام المعلنة هي ليست الأرقام الدقيقة والحضرقية الأوضاع في قطاع غزة الآن ويعني هذيك شايف ما يحدث الآن قراءتك لي خلينا أول حاجة نبص على أنا يعني بحب دايما أشوف ما وراء أو ما بين السطور إسرائيل برغم أنه لها أهداف معلنة عسكريا لكن هي في الحقيقة بتحقق أهداف استراتيجية في خلال متابعتنا لأساليب القصف اللي موجودة في خلال الثمانية وسبعين يوم اللي فاتوا كان فيه أربع أساسيات إسرائيل بتستهدفهم في حربها خلينا نشوف إيه الأساسيات دي وبتقدل إيه الأربع اللي بتستهدفهم الصحة، تعليم، السكن، الاقتصاد دي مقومات الأساسية لأي مجتمع أي مجتمع الناس بتبدأ تتجمع عليه وتبني مدنها وتستقر وتتطور لازم على الأقل الحد الأدنى لأربع أساسيات إسرائيل بشكل ممنهج طوال أيام الحرب استهدفت التعليم بكامل مستوياته ما فيش جامعة في قطاع غزة بقت على حالها تقريباً معظم الجامعات أو كلها اتقصفت ودي جامعات تحتاج الفلسطينيين لأربعين سنة حتى وصلت إلى المستوى اللي موجودة فيه المدارس، معظم المدارس تم قصفها وتم الإضرار بها وجزء آخر من المدارس مستخدم كملاجة نجيب للصحة، مستشفيات لم يعد هناك مستشفيات في قطاع غزة إلا حوالي كمستشفيات كبيرة حوالي ثلاثة أو أربع مستشفيات وفي الجنوب وقد تتضرر في إذا استكملت الحرب مراكز صحية تقريباً اختفت أو وصلت للحد الأدنى ودي هديكم معلومة من أفضل الأماكن في العالم في الرعاية الأولية هي فلسطين في مستوى الأطفال والأمومة ودي كان بتحافظ عليها المراكز الصحية والتعليم أعلى نسبة تعليم في المنطقة بتوصل لـ 98% كانت في فلسطين فهو ده استهداف منهجي الجزء الثالث والمقوم الثالث هو السكن السكن مرتبط بجزء من الثقافة الفلسطينية دائماً الفلسطيني يبحث عن بناء بيت ده جزء من تأكيد جزوره صحية يعني المساكن المبنية من الأهالي أكتر من المساكن اللي هي مشاريع الإسكان جزء الرابع لإقتصاد المحلي الاقتصاد المحلي خلينا نقول اللي هو الزراعة وبعض المصانع حتى صيد فئة يعني خلينا نقول فئة محدودة أو عدد قليل اللي بيشتغل فيها لكن الاقتصاد المحلي إذن أنا زي أوفر مادة غزائية للناس من إنتاجة مش من الاستيراد فالزراعة جزء مهم منها إسرائيل استهدفته بعدة طرق أولاً بنيتها لخلق حزام حوالين قطاع غزة الأمر الثاني هو إزاي تدمر الطربة بحاجتين بالفسفور اللي بيتم إطلاقه الففسفور بيترك الأثر في الطربة لسنوات صحيح وفكرة أنه بحجة الأنفاق ضخ مياه البحر لأنه ده هيملح هيملح الطربة ويمنع استخدامها في الزراعة المرة دي تحديداً يا دكتور مش ده يؤثر حتى على إسرائيل نفسها لا لأنه المياه الجوفية أو خزان الجوفي في فلسطين بيجي من الشمال للجنوب يعني فيه ارتفاع في المستويات دكتور عبد المهدي حضرتك ذكرت أربع مقاومات الصحة التعليم السكن كل ما هو فيه مظهر من مظاهر الحياة للشعب الفلسطيني تم استهدافهم بشكل مباشر من اليوم الأول للحرب كان إسرائيل بتعلن بشكل مباشر أن هدف الحرب هو هدفين أساسيين هو القضاء على المقاومة بشكل نهائي واستعادة واسترداد المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة بعد مرور 78 يوم لم يتحقق أي هدف من هدين الهدفين حتى هذه اللحظة شايف موقف إسرائيل الآن بعد هذه الحرب نحن نتكلم على قصف مستمر دخول بري واجتياح بري ما تحقق من الأهداف المعلنة لها خلينا نقول بقليل من المنطقية والنظرة الموضوعية هناك خسائر لدى الجانب الإسرائيلي وهناك خسائر لدى الجانب الفلسطيني لا توجد أرقام حقيقية لأنه لا توجد مؤشرات على هذه الخسائر حتى نستطيع عمل تقييم لكن إذا تحدثنا عن صورة النصر التي تحاول إسرائيل الحصول عليها في قطاع غزة حتى الآن لم تحصل عليها لكن أنا لا أقيم ما يتم تحقيقه فقط في الميدان أنا أقيم ما يتم تحقيقه على حياتي في المستقبل الحروب بنتائجها تحدثت أنا منذ قليل عن مقومات الحياة التي استهدفتها إسرائيل ما الهدف من استهدفها؟ الهدف هو أن تستطيع إسرائيل تغيير الديمغرافيا في قطاع غزة عملية التهجير ليس بالضرورة أن يكون تهجير قصري أن أدفع الناس عبر الحدود لكن بعد انتهاء الحرب سيضطر الكثيرين من أهالي قطاع غزة إلى البحث عن حياة في مكان آخر لاستحالة الحياة وسيكون هناك تأخير متعمد من إسرائيل في الإعمار ولن يكون مجاناً أنا سيكون له ثمان سياسة أريد أن أدفع المشهد دفعاً إلى هذه اللحظة أنه استحالة الحياة في قطاع غزة أن المواطن الفلسطيني لا يجد أي مقاومات حياة داخل القطاع أشوف أنا أقول لك المؤشرات من الآن وده مش إعلام يعني مش عفواً مش الدعاية مش بروبوغاندا هذا حقائق تحدث الآن بعض الدول الآن تحت عنوان بين حماس وإسرائيل صراع بين حماس وإسرائيل يعني مش فلسطين حماس وإسرائيل بتدي فيزا وتتيح الفيزا لمرحلة ما بعد الحرب وده جزء من النهج الأمر الآخر إسرائيل تفاوضت مع قبرص على خط بحري بين قبرص وبين غزة خط البحري الآن المعلن عنه أنه بهدف إنساني نقل المساعدات إلى قطاع غزة لكن ما الذي يضمن أنها لن يتحول هذا القط البحري في المستقبل كوسيلة للنقل والسفر من الذي يضمن ذلك وفي أمور كثيرة من المهم أن ننتبه إليها بخلاف ما يتم الحديث ما بين الناطقين العسكريين والمباراة التي تحدث في إظهار القدرات العسكرية هو ما النتائج المترتبة على هذه الحرب سواء على إسرائيل أو حتى على الفلسطينيين وهذه النتائج من المهم حسابها وتقييمها لأنه هي من ستترك أثرا على حياة الفلسطينيين في المستقبل وستبقى البطولات وستبقى قدرة الفلسطينيين على المقاومة نعم محل أجاب وتقدير وتقييم عالي لكن أيضا يجب أن ننظر في نظرة أخرى إلى النتائج المترتبة على هذه المعركة الكبيرة والتي أنا باعتقادي أنه إسرائيل لن تفوت هذا لتحقيق أهداف استراتيجية لعدة أسباب أولا هناك دعب أمريكي غير مسبوك وغربي غير مسبوك وموازين القوى الدولية برغم أنه هناك تعاطف شعبي واسع في العالم مع الفلسطينيين إلا أنه صياغة القرارات ما زالت تعمل في اتجاه أو في صالح إسرائيل في هذا الجنة طيب دكتور حدريك ذكرت لأتي نقطة مهمة حدريك قلت إسرائيل لن تفوت الفرصة حتى تحقق مكاسب استراتيجية غير المعلنة زي إيه يعني بخلاف أيضا بوجود غلاف خارج كمان أو حول غلاف غزة اللي موجود أصلا إيه تاني مكاسب استراتيجية أنا أقولك خلينا نرجع شوية كده كم خطوة الوراء نبدأ من سنة 2000 سنة 2000 هو فشل الاتفاق في كام ديفيد بين الفلسطينيين والإسرائيل منذ تلك اللحظة بدأت إسرائيل بالتفكير كيف يمكن التعامل مع الفلسطينيين وكان فيه طرح لعدة مشاريع كبيرة كان الهدف الأول الهدف الأول هو التغيير الديمغرافي ليه؟ لأن الإسرائيليين كانوا متوقعين في سنة 2000 الكلام أنه بعد عدة سنوات سيسير الميزان الديمغرافي في فلسطين التاريخية لصالح الفلسطينيين هذا حصل أنه في غزة والضفة والقدس الشرقية والفلسطينيين الداخل المجموعهم هو أكثر من عدد اليهود في فلسطينيين هذا حصل لازم يغيروا الوضع الديمغرافي وتغيير الوضع الديمغرافي يأتي عبر تحويل حياة الفلسطينيين إلى حياة صعبة لخلق بدائل أخرى للفلسطينيين فيه صموب بالتأكيد من عام 2000 حتى اليوم وأنتكلم مش بس على غزة أتكلم على غزة وبتكلم على الضفة والقدس الآن النموذج اللي بيحصل في غزة إسرائيل سوف تحاول الاستفادة منه في الضفة لو لاحظنا أنه خلال فترة الحرب إسرائيل رفعت مستوى العمليات في الضفة لكن الكاميرا مش راحة هناك كثير أعتقال يعني آخرهم كان أعتقال غير الاعتقالات مستوى العمليات بمعنى أن الضفة ليس فيها هناك التسليح الذي يستدعي استخدام طائرات وفي اقتحان للقرى ليس هناك التسليح الذي يستدعي استخدام دبابات فيه انتهاكات تسليح المستوطنين اللي تم في خضم الحرب تسليح المستوطنين اللي محاولة مناطق سي اللي هي مناطق الأكثر القريبة للمستوطنات واللي أكثر مساحة لتهجير الناس فيها حوالي عشر مجتمعات في الضفة تم تهجرهم هي صغيرة هي ما عبارة عن قرى كانت بتقاوم إسرائيل إسرائيل تهدم القرى يبنوها وكان الاتحاد الأوروبي وكان العالم بيهتم بالقضايا دي لأنه كان كاميرا موجهة هناك في الآن في خضم الحرب دي إسرائيل بتحاول تنجز في الضفة هل هناك من يضمن أنه إذا نجحت هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في البقاء بعد انتهاء الحرب أنه لن تتجه إلى الازتلاء على مزيد من الأراضي في الضفة وتحقيق الهدف الرئيسي فيش ضمنات بالكلام في النقطة تحديداً النقطة مهمة جداً فكرة سيناريو تغيير الديمغرافي أو تغيير شكل الخريطة الفلسطينية تماماً طبعاً الولايات المتحدة من اليوم الأول الضغو الأخضر ممنوح لإسرائيل رعاية كاملة تسليح دعم سياسي إلى أي مدى ده سؤالي لحضرتك إلى أي مدى ستطلق قياد إسرائيل في تنفيذ هذا المخطط لأنه في الدوائر الغربية منشوف بعض التصريحات اللي بتخرج من البيت الأبيض أنه إحنا مع حل الدولتين المجتمع الأوروبي أيضاً الصراع في إطار حل الدولتين إلى جانب طبعاً المواقف العربية لكن ما يحدث على الأرض أنه إسرائيل مستمرة في تنفيذ هذا المخطط كيف يمكن إيقاف هذا المخطط وكيف يمكن أيضاً تفعيل بعض المبادرات العالمية للحديث مرة أخرى عن حل الصراع خلينا نقول أنه يمكن خدمتنا الظروف نتنياهو في صراعه أو محاولة إبقاءه أو إبقاءه موجود في المشهد السياسي في الفترة القادمة خرج بتصريح واعتراف مهم قال فيه أننا عملت ضد اتفاق أسلو وأننا أكثر شخص أو الشخص الوحيد الذي يمكن أن يمنع قيام الدولة الفلسطينية معنى كده أنه في 16 عاماً اللي هي مرات وجود نتنياهو المختلفة في رئاسة الحكومة أو في الحكومة الإسرائيلية هو كان لا يوجد شريك إسرائيل اللي في عملية السلام وليس كما كان يدعي العالم أنه لا يوجد وأن الفلسطينيين يضيعون فرصة هذا كلام غير حقيقي هذا كلام سبب ده بيدلل على أنه في مخطط إسرائيلي مقصود منذ اغتيار رابين وليس منذ هذه اللحظة إلى عدم الوصول إلى الدولة الفلسطينية بأشكال مختلفة ولم يوجد حتى الآن رئيس وزراء إسرائيلي لديه الشجاعة إلى الوصول إلى اتفاق سلام حتى على حدود عام 67 الوحيد بعد رابين الذي خطى خطوات في هذا الاتجاه وتفاوض في هذا الاتجاه هو أولمرت وتم سجنه إذن نحن نتحدث عن مجتمع إسرائيلي سياسي ومجتمعي يتجه إلى اليمين واليمين المتطرف لا يريد للفلسطينيين أن يكون لهم دولة الولايات المتحدة شريك متواطئ هي التي كانت ترعى عملية السلام ولكن ترعاه من مبدأ إدارة الصراع وليس حل الصراع والحيازها لإسرائيل إدارة الصراع وليس حل الصراع إدامته عدم تفاقمه المستوى معين الحفاظ عليه في المستوى المعين دون حله لأن الولايات المتحدة بتعتبر الصراع الموجود هو أحد الأوراق اللي بيترك لها مكانة في المنطقة وبتقدر أنها تساوم عليه وفي بعض الرؤساء الأمريكيين من ناحية أيدولوجية أيضا تساند إسرائيل كما الرئيس بايدان دكتور فيه برضو عامل أخرى يعني أعتقد أنها مش في إيد قوات الاحترال الإسرائيلي زي الداخل الإسرائيلي التركيبة نفسها سكانية لإسرائيل فيه خلينا نقول فئات مختلفة أفكار مختلفة حتى يمكن من وقت هذا الصراع مش من وقت السبع أكتوبر فقط لكن حتى فيما قبل كانت نسبة الهجرة لخارج إسرائيل كانت عالية جدا وكانت مرتفعة حتى وقت وخلال السبع أكتوبر ده كمان حصل حتى نزوح أو خروج أو هجرة المستوطنين في مستوطنات ولا في غزة بالفعل توجهوا لتل قبيب للعاصمة ورفضين أصلا الرجوع لها مرة تانية فيمكن دي عوامل بعض العوامل اللي خرجت برأ إيد إسرائيل وعليها أن تتعامل معها بردو إنها بتمثل ضغط كبير حتى المزارعين اللي سفروا برأ ورفضين الرجوع مرة أخرى لإسرائيل خلينا نقول يعني بتوضيح أكبر لهذه النقطة إسرائيل كانت قبل 7 أكتوبر لديها أزمة لم تمر في تاريخها كان فيه إضرابات لمدة 9 شهور ده كان الخلاف الرئيسي ما بين الدولة الدينية والدولة العلمانية الخلاف ليس له علاقة بفلسطين أو بحقوق الفلسطينية والصراع بدأ قبل ذلك لكن لأول مرة وصل للمرحلة اللي نحن وصلين فيها وحقيقة إنه إذا كان استمر هذا الصراع كان سيشكل فارقا في المجتمع الإسرائيلي سيشكل فارقا بمعنى إنه التناحر الإسرائيلي سيزداد وسيؤثر على إسرائيل سيؤثر عليها بشكل كبير كانت الولايات المتحدة الرئيس بايدن لأنه بيبحث عن مصلحة إسرائيل كان يضغط لإنهاء هذا الخلاف 7 أكتوبر أنهت الخلاف نتكلم بقى على أثر التأثير على المستوطنين اللي أنت اتكلمت عليهم في غلاف غس هما بيعتبروا هما بالمناسبة اللي بيطلبوا ده اللي خلا فيه إجماع جوا إسرائيل لأول مرة على حرب بنسبة 90% وده ما حصلش قبل كده اليمين واليسار لا توجد ولا مظاهرة ضد الحرب هناك تظاهرات لأسباب مختلفة لكن ضد مبدأ الحرب وقتل الفلسطينيين لا توجد أي تظاهرة ولا يوجد مقالة يتحدث عن قتل المدنيين ولا الأطفال ولا أي شيء من هذا الجانب يتكلموا عن خسائر عسكرية يتكلموا عن تحقيق أهداف لكن لا يوجد حديث إنساني في إسرائيل وده بيدلل على المجتمع وصل لفين سكان منطقة الغلاف بيحاولوا أنهم طبعا نحملوا لحكومة إسرائيل المسؤولية حصل منهم أنهم خرجوا إلى خلال زي يقول زي مخيمات في إيلات في مناطق مختلفة بعيدا عن الغلاف وربطوا عودتهم إلى الغلاف بتحقيق الأمن ومن وجهة نظرهم وده السبب أنه الإسرائيليين بتحججوا وجهة نظرهم أن لا يكون هناك لدى الفلسطينيين في قطاع غزة على تكرار ما حدث في 7 أكتوبر وده الهدف من أهداف الحرب واللي ما زالت الولايات المتحدة بتأكد عليه ورفض وقف إطلاق النار حتى تحقيقه قبل بهدن لكن وقف إطلاق نار نهائي وشامل لا يحدث وبهذا المبرر إسرائيل بتحقيق الأهداف الأخرى ومنها تحويل قطاع غزة إلى بيئة طاردة للسكان بما يتعلق بهجرة الإسرائيليين عشان ما نبلغش في التفاؤل بشكل كبير نعم هناك فيه سفر للإسرائيليين لكن الإسرائيليين مزدوج الجنسية في غالبيتهم وهذا لا يعني أنهم لن يعودوا مرة أخرى لكن في الجانب الآخر كما هناك خروج لبعض الإسرائيليين نتيجة لأكتوبر كان فيه مؤشر مهم وهو نسبة عدد نسبة التجنيد الاحتياط من الخارج يعني عادة في تجنيد الاحتياط لا ينظر إلى الموجودين بالخارج بأهمية كبيرة فبكونش نسب التجنيد عالية لكن في الحرب كان فيه نسب تجنيد عالية كبيرة جدا سؤال الأسئلة دكتور عبد المهدي اللي هو بيسأله حتى رجل الشارع العربي متى نصل إلى قرار لوقف إطلاق النار في محاولات كلها باقت بالفشل من مجلس الأمن اللي هو الجهة المنوب بيها يعني حفظ السلم والأمن الدوليين زي ما بيقولوا آخر قرار صدر من مجلس الأمن التحدث فقط عن جزئية المساعدات الإنسانية ولم يعني في كل مرة بيقابل بفيتو طبعا أمريكي لعدم التصويت لصالح وقف إطلاق النار هل نحن أمام يعني جهود للوصول لوقف إطلاق النار أم هدنة أخرى شبيهة بالهدنة الأولى اللي استمرت سبعة أيام خصوصا إن انبارح كان فيه المصادر من الجانب الفلسطيني تتحدث إنه لا توجد أي صفقات مبادلة أو غيره إلا بعد وقف إطلاق النار ده تصريح خرج من أكثر من اسم من أسماء قادة حركة المقاومة نحن لازم أول حاجة نفهم كل واحد بيقصد إيه بوقف إطلاق النار هل وقف إطلاق النار يعني انهاء الصراع العسكري ليست فقط هذا الحرب وعودة إسرائيل إلى ما قبل السبعة وإكتوبر هل وقف إطلاق النار تغيير التكتيكات العسكرية اللي موجودة بدل ما فيه قصف يومي ومستمر يصبح حسب احتياج إسرائيل هل وقف إطلاق النار يعني بقاء إسرائيل في نقاط داخل قطاع غزة تتحكم في منافذ ومخارج المدن للسيطرة عليها تساؤلات كثيرة إذا أخذنا نموذج قرار مجلس الأمن اللي مررته الولايات المتحدة أولا هي رفضت وقف إطلاق النار نهائي ومستدام في القرار قبلت بهدنة استراتيجية الهدنة رقم اتنين تحدثت عن إطلاق رسراح الرهائن بلا شرط وهذا الأمر لن يحدث بالتالي عشان تنفذ قرار مجلس الأمن لازم تنفذ البنود كلها من فحش تنفذ باند وتسيب باند ده عامل تفجير للقرار أهم جزء في القرار وده خطير ومهم في نفس الوقت وهو المساعدات الإنسانية بإشراف الولايات بإشراف الأمم المتحدة إيجابي في ناحية أنه سيكون هناك منظومة آلية لإدخال المساعدات بشكل مستمر ومستدام وكامل وتصل إلى جميع المواطنين لأن هناك مجاعة وهناك مشكلة وأزمة صلحية كبيرة في قطاع غزة لكن في جانب الآخر هناك أمر خطير سأربطه بأمر آخر الآن البند الجزء الراب البند اللي بعد كده أنه في آلية المساعدات الإنسانية وحدد عشرين يوم سيقدم تقرير بعد تعيين المنصق للآلية في نفس اليوم اللي كان فيه قرار مجلس الأمن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سيعيد انتشاره في قطاع غزة يوم في منتصف يناير إذا حسبنا عدد الأيام هي تتراوح بحوالي سبعة وعشرين يوم أي أنه إعادة الانتشار داخل قطاع غزة سيتوائم مع بدء آلية المساعدات الإنسانية ده معنى إيه؟ أنه إعادة احتلال غزة بصورة مختلفة دون تحمل المسئولية المدنية وإحالتها إلى الأمم المتحدة متى سيقف إطلاق النار؟ يجب أن تتبلور آلية متفق عليها لليوم التالي للحرب طالما لم تتبلور هذه الآلية لن يكون هناك وقت في إطلاق نار نهائي وهذه الآلية تعني أن تتبلور في أربع موافقات أساسية أن يوافق عليها الإسرائيليين الفلسطينيين الأمريكان الدول العربية المحيطة آلية متفق عليها لإدارة قطاع غزة في إطار سواء كانت كما يطرح والمضغط أن يكون السلطة وحتى حماس موجودة لكن بشكل غير غير ظاهر حتى الوصول إلى هذه الآلية لن يكون هناك وقف إطلاق نار نهائي سيكون هناك هدى سيكون هناك تخفيض للنيران يتيح لإسرائيل التدخل وقت ما تشاء عسكريا دون أن تدعم دكتور أخيرا يعني ما بعد انتهاء هذه الحرب على قطاع غزة تواجد حماس أو بقاء حماس شكله هيبقى عامل إزاي يعني إحنا نتكلم على فكرة المقاومة أنها يعني ما محدش إدارية المقاومة كفكرة كأيديولوجية ولكن كيف ستتعمل حماس فكرة بقاء حماس هل ستتحول لمجرد حركة مقاومة بلا ذراع عسكري هل ستتحول لحركة سياسية الوضع يعني الشكل النموذجي لبقاء حماس واللي فيه مصلحة للفلسطينيين هو أن تندمج حماس الجهاد الإسلامي في منظمة التحية فلسطينية هذا الشكل النموذجي ومقاومة إسرائيل ليست مرتبطة بشكل واحد من المقاومة ده أمر لازم كله يقر فيه لأنه في بعض الأحيان يكون هذا الشكل لصالح الشعب الفلسطيني وفي بعض الأحيان قد لا يكون لصالح الشعب الفلسطيني لكن خلينا نقول الإرادة الدولية أو متفق عليه دوليا في الشكل ده لازم يبقى في الإرادة الدولية يجب أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح في الإرادة الدولية على الأقل في المراحل القريبة ألا تكون حماس في واجهة الحكم في قطاع غزة أي من الممكن أن تبقى حماس ولكن ليس بشكل ظاهر كما تريد في الإرادة الدولية وهذا يستدعي التفاهم فلسطيني داخلي واتفاق داخلي ومصالحة ودونها سنذهب إلى السيناريو الذي يريده نتنياهو وهو الإدارات الغير مسيسة والتي يستفيد منها بأنه لن يقدم أثمان سياسية للشعب الفلسطيني دي نقطة مهمة جدا في نهاية حوارنا حضرتك أشرت إليها ضرورة التوافق الداخلي الفلسطيني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل مهمة جدا بمختلف الأطياف والفصائل السياسية شكرا جزيلا على هذه القراءة التحليلية الوافية دكتور عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي الفلسطيني شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا نروح مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع من بعده صباح الخيري مصر